ده ايه الغلب ده يا ربي؟ عم أنس عم أنس أنا خايف موت عم أنس اللي أصحى الصبح ألاقي نفسي متقضى عقربة وكل حتة عقربة مرمية كده في الشقة ما تخيرش يا فاطين وما تخوفينش معاكم مقل وبعدين كلام لومبروجو ده مجرد نظرية وفي نظرية التانية غريها كتير لا ما وكل كلمة من اللي قالها تنطبق تبتل على بابا وعلى أخويا ميشو كمان ايه؟ علي بيت شو ! أنا الاسم تمتخذي مع الصبح زمنه دلوقتي يبمر لي الشر جواه بيتقول حاجه عمي؟ لا، لا، لا ماباقولش أوه، انا باقول يعني انوoperيو الممروز لاي ممكن ينطبق على الجد الكبير عبد الحاوي مهو كان قطع طريق وعيش في الصحة وبابا سيد الحاوي كان حفيده يعني أكيد، اكيد يا عمي ورس منه كل حاجة لا 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 بس يعني ما توصلش لحد القتل يعني بس احتياتيان انت ببات معي بعد كده بقى حبيب لا يا عمي ما انا فكرت في كده برضه وقلت بقى ايه ما ممكن بابا ينزل يقوم دبحنا انا وانت كده عمي ويشرب من دمانة ما عكوا يا فاطين انت بات فوق زي العادة حشان كل حاجة هتمشي كالمعتادة يا عمي ولو حصيت بأي حاجة فاطين ارجوك اديني رنة وانا هتصرف حاضري يا عمي وبردو لو حضرتك يعني حسيت بأي خطر حضرتك انت الاول واتباحك انت الاول ما تترددش يا عمي يعني اديني رنة على طول يعني هتعمل ايه يعني يا فاطين هدأ ايه لك هتأيلك يا عمي اني رب اللي انك جي وتقدر طيه رب منه وتجري منه رهوان بس انا ارجع ما اقول برضو كلام لبورزو ده كلام نظري يعني ابوك يشرق اه انما يقتل لا يلا حبيبي يلا حبيبي اطلع قدتك نام وان سنت قريت لبورزو لله دي خالص ببش ايضا حاجة لا يا عمي ما انا دلوقتي مش هقدر اطلع انا الوحدي عمي ما تيجي تطلعني حاضر حاضر حبيبي عيسا اسميتلك بس ان الموضوع عادي خالص وما بش اي حاجة يلا تفضل قدامي لا ما صحش حضرتك اتفضل انت الاول ده انت عمي يعني افمان بابا بابا حاضر يا سينجي حاضر الامر لله يا ملجي يا رب اي خبيبي زيلر عمي عمي مفتل عينتا وانا استلكينا اذا كنت انا امتلعك مش عمي مش هاجة مرحب عمي 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 يقبة اعند enemy حال الأخير عمي عمي السلام عليكم امسك امسك! 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 جبان! هيقدر طول عمره جبان! أنا ما خلفتش أنا للواد ما ييشه بصراحة! جاي من إني ألا! نعم باشا! لما كلمك ننزي من العزيفت دا وتهد علي يا عادل! تحت أمرك يا باشا! بي من إين؟ كنت في وجب فرح! هم تبعون بالواجب ها؟ طبعا يا باشا ما سيبت لهمش غلا ما عملت معهم الصح وبعدين سيدتك عارفني يعني ما بدخلش المكان غلا ما بقوم بالواجب وقوم ما بقى! نعملوش معاك الواجب؟ سجارة حشيش، سجارتين بانجو يا باشا حضر الله ما بيني وما بين الكيف! ما الفلوس دي بقى بتاعتين؟ سرقتها من مين؟ لا دي فلوس يا باشا! محتاج أي حاجة؟ نعم يا رحمة! عادي باشا كلنا من التزينك! ولا! نعمل حسابك! انت ميت تحت عيني! يعني نفسي بس تفكر تغلط غلطة واحدة! هنركب الموسيكل بتاعك وروح يلا! في الهزن يا باشا! خلق يا باشا! خد فلوسك! ما تخلنا يا باشا تجيب واحدة! اخلص! تسبع على خير يا باشا! تسبع على خير يا حبيبي! انت وره خير يا عمي! يا عمي عمي! 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 خذلي بالت من نفسك يا! لا ما تقلقش علي! نام انت يا فاطين يا حبيبي! عشان انت عندك بنتنا ستصر! لا انا مش عيجيلي نوم! الا نو منطمن على حضرتك الأول! تموت الأسود في الغابات جوعا ولحمد دقني تأكله الكلاب نصبنا كده يا عمي نصبنا كده ما تقلقش علي أنا أنا كنت جندي في الحرب وعرف إزاي أخطط واناور وانا عرف إزاي أجري عمي عش ناوي لا إله إلا الله محمد رسول الله خلي بالك من نفسك يا عمي يلا أحبي يا حيش بمدرس يلا نم انت وما تلاقش خالص علي أنا مش هيجري فيه والله أنا خيب أحلم بك يا ببيس لا 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 أتوكر في عكاية جميلة ها حاضر عمي جنين ميا حاجات لطيفة شلالات أحلم بقى فلاطون ضي الله هتنام بقيت طبع طبع الحبيبي تسبع على خير عمي انت منه الخير يا عمي عمي أنس خلي بالك من نفسك طيب حالك حالك إنها مانبأ عشان تروح المدرسة حاضر عبر يا ربي تروح اشترك أمي أنس لا أمي أنس حبيب 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 يا رب يا رب يا رب حتب حشن أوا ممكن انزل لو سمعت ليه عايز ادخل شققتي ليه اصلاها وحشتني بقى لي فترة سيبقى لوحدها وسبتها لوحدها ليه كنت بطمن على فطين وعدين هو تحقيق يا ميشو تلسل نفسك ده لعمك برضو ميش تفضل انزل بس تاني مرة ما تسيبهاش لوحدها لحسن يبقى فيه حرامي كده ولا كده يقشى طالب هو في حرامية ممكن تدخل البيت وانت موجود تصبع على خير يا عمي انت مات عمي اول مرة ميش يقول لي يا عمي بس طلعوا منبؤوا زي العسل اه اظهار ميشوا ده ما بيججر بالتهزيق اناس وانت من اهله اه 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 حمد الله على السلامة يا بطل اه جالي تليفون من فريد بيه وتفاصيل حجيني بكرا على فكرة فريد بيه بيسلم عليك ونفسه يشوفك نفسه يتعد عليك المفضل مرضو داخل تنام تعالى بص شاكيره سخنت قوي صباحا الخير يا سمسومت الحلوة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ساز انتيكا ساز انتيكا ساز انتيكا اهلا 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 الصباح الخير الصباح الخير يا فاطين ما وعيدك دايما دايما مظبوطة دايما مظبوطة وقل لي بقى ايه اخبار للوحة لانا طلطتها من حضرتك انت عارف انتيك لو وعد اوفى وخصوصا معاك انت يا فاطين لنزهتك وامنتك وخلقك البقيد كل البعد عن اللي اسمه ميشو انا مش فاهم انتو ازاي طلقته توقن غريبة جدا مع ان اخويا ميشو هو اللي عرفني على حضرتك هي دي الحاجة الوحيدة الحلوة اللي عملها معايا لكن انت يا فاطين انت يا فاطين عملت زي اله الخير اله الحب والجمال عند الغريق ربنا يحفظك يا رب تب واخويا بقى ميشو 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 ده مثال لعالم الفوضى عالم العنجهية والعشوائية بس انا مندهش جدا يا اساس انتيك ازاي يعني فنان عظيم زي حضرتك حبس نفسه وسط اعماله وما بيخليهش تظهر للناس كده لاني معترض يا فاطين معترض على ما يحدث خارج هذا العالم عالمي العالم اصابته حالة انفصال المعير اختلت الفساد طغى طغى وتجبر حتى الهوى اللي بنتنفسه ملوس ملوس ما تتخيلش حضرتك انا مبهور بحضرتك قد دي بتفاصيلك وبغيرتك على فنك ربنا يكتر من امثالك قل بقى هيا فين اللوحة اللوحة هيا فينها دي يا ولاد هتبقى من نصيب الطالب المثالي بالمدرسة واللي لازم طبعا ينجح في اختبار بتحب بلدك مصر قد ايه مصر يا ولاد بلد الاهرامات والنيل بلد نجيب محفوظ واحمد زويل بلد عبد الوهاب وامكلسوم وحسن شاهاتة ياه مستر فاطين ده دي مقوي اما حكمة اليوم فهي كن مستمعا جيدا لتكن متحدثا لبقا فهمني يا اللي كنت بترغي وراء والان نقدم لكم فقرات الاذاء المدرسية اليوم في هذا الصباح المشرق وهي بالترتيب الاتي فقرة كلمتين وبس مع الطالب دودي وفقرة صباح الخير يا مدرسة الغالية الحبيبة وتقدمها لكم باللغة العربية الطالبة هنا وباللغة انجليزية الطالبة صفا ونختتم فقرات هذا اليوم الجميل بفقرة أنا من البلد دي التي تقدمها لكم الطالبة رؤى وكان معكم مستر فاطين سيد حسان مدرس الدراسات الاجتماعية بمدرسة أبناء الغد الخاصة شكرا لإستماعكم ايه واحد يقرب مني اللي هيقرب مني أنا أعدف نفسي من البلقانة انتوا فاهمين؟ أنا مش حرامي ما عادش لحد عادي حرامي داخل الشعر عشان يسهل ولما زبطوه ورح يمسكوه تحاول يرمي نفسه من دولكون اللي هيقرب مني هيحدي في نفسي من البلقانة أنا مش حرامي اخلص يا دوهامي وسلم نفسك بالزوق لو قربت مني يا فاعد بي أنا هيحدي في نفسي من البلقانة فاهمت؟ معلش يا فنم تسمحني لتكلم معي؟ معلش أديني فرصة واحدة اسمعني يا عم توهامي أنا مش هسمح حد انتوا عاوزين مني ايه؟ أنا عاوزكوا تبعيدوا عني حاضر هنسيبك بس أنا عايزة ساعدك عايزة موت نفسك لي يا عم توهامي ما تخافش يا عم توهامي صدقني أنا عايزة ساعدك اعتبرني زي بنتك بنتي؟ انت معندكش بنات ولاي؟ أربع بنات وثلاث سويان وحد يبقى عندك كل البنات والولاد دول اللي بعايز يمتحر ويسيبهم؟ وكمان ياخذ بربنا انت ما بتحبهم شو اللي؟ ما علشان بحبهم عاوز أموت نفسي لإني من يوم ما فلحت من السجن محدش عاوز يشياني لإني بقيت أرباب سجوة قولي ايها اللي عاوزين ياكو أجيب لهم منين؟ لحد ما مديت إيدي للناس كلها محدش رحمني لغات ما لقيت نفسي مسرق مش عارف أعمل إيه وكل ما أكلم حدي محدش عاوز يصدقني محدش عاوز يصدقني محدش عاوز يصدقني محدش عاوز يصدقني ألواء عاوز اكرا موت هموا صدقتني محدشو اللي عاوز يصدقني محدش عا Kan Tiger صباح الفل يا باشا صباح الفل يا سوستان في واحدة هاني مستنية ساعات تجواك حلوة ها جامدة اوان الله هو اكبر فقنك الله هو اكبر ما انا عارف عنينك اجل بسرعة بيهزل احلى بوكيه ورد بلدي فاهم احلى بوكيه بسرعة بسرعة ولا جاي اهو يا فتاح يا علينا ازاي يا قريم الزرم يا رب على الصبح مين يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا انا كمان بقول ايه فازة الفل اللي قاعدة في المحل ورحيتها هل علي وانا برا صباح الخير يا سيد بيه نعم 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 يا حبيبي نعم بقول صباح الخير يا سيد بيه وربنا وربنا احلى سيد بيه سمعتها في حياتي فريد بي الجندي بعيتلك الزرف ده في كل حاجة عن العملية الجديدة تمام ان شاء الله هتبقى طعم وقرأة 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 عملية عملتها في حياتي اجيب ان لم لا مش هينفع عندي ابوانتمنس كتير قوي النهاردة وبعدين السواق وصل برا ولازم اخرج حاجة اجيب السلامة عشانك يا بيه جلت من ايه الابونتوس ده موعيد يعني اه اموعيد يعني الابونتوس موعيد هاتي اه بكل ورده بيه هاتي اقل اللي حوصله بنفس الهارم في العربية بفضالي يعني المفروض ان انا زبونها عادية زي زي اي حد هتبتعمل كده مع كل الزباين مفاشر خلاص يبقى سوستة هو اللي هيوصل كلامك ماشي يا قمر يلا يا سوستة وصل بكتنا للهارم في غاية العربية باي باي سيد بيه